ترجمة نانسي قنقر من خلال مبادراتها البناء التي تكافح النزاعات المتطرفة بمختلف أشكالها أتت كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين مؤكدة على أحد الثوابت البحرينية البارزة وهي دعم وتعزيز التعايش السلمي وإرساء السلام ولمملكة البحرين تاريخ طويل في دعم وتعزيز التعايش السلمي في ظل العائلة المالكة الكريمة فإرث التعايش السلمي والمجتمع المتعدد والمتناغم هو مصدر فخر لمملكة البحرين ونموذج حي تقدمه للعالم في هذا المحفل الأممي فعلى مدى سنوات طويلة أكدت المملكة أهمية التعايش السلمي كقيمة جامعة للبشرية وتجسد هذا التأكيد في العديد من المبادرات منها تأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي نقل رسالة مملكة البحرين إلى العالم أجمع بعمل مؤسسي منظم بالإضافة إلى إطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي مؤخرا مملكة البحرين كما يمتلك الهوالي العربية العامية، الناس بحرين أرجى كل الناس لتتعاملنا في هذه الهوالية التي يحاولون أن تنقل أفرادات لإعجابة جيدة ومعاركة ومعاركة في المنطقة. المتحدثة والتحديثي يجب أن يتحقق، المتحدثة والتعامل، المتحدثة والتغيير، سيجعلنا بشكل أكثر من هذا الهوالي. إن مملكة البحرين أخذت زمام المبادرة في تعزيز السلام الإقليمي والدولي من خلال مبادراتها وأتت رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لجامعة الدول العربية لتؤكد على أن المملكة حاملة لراية التقارب والحوار والدبلوماسية باتبارها بلدا يؤمن بأن العنف لم ولن يكن حلا لأي مشكلة كانت وأن الكراهية دائما ما تؤدي إلى الانقسام وشروخ في المجتمعات وفي العلاقات بين الدول لذلك أتت هذه الدعوة البحرينية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لتحفز دول العالم دون استثناء إلى ضرورة الانخراط في عملية يستدام بها السلام وتزدهر فيها الشعوب ولا يمكن أن تنفصل الصراعات عن النزاعات المتضرفة سياسيا ودينيا وعقائديا وذلك هو جوهر ما ذكر في كلمة مملكة البحرين لذلك جاء التأكيد على أهمية التعددية والتنوع الثقافي واستدامته من خلال جائزة محفزة فهذا التعدد والتنوع يجب أن يكون مصدر قوة لا مصدر استقطاب وتناحر من أجل أجندات تضعف تكاتف المجتمعات في مواجهة العديد من التحديات التي تهدد البشرية كافة ترجمة نانسي قنقر